بسم الله الرحمن الرحيم يعني الحادث المني حادث مؤسف جدا أي مصري عنده نخوة عنده رجولة عنده غيرة على بلده على عرضه وعلى أمالاته لازم يحزن ويألم ويعتصر قلبه لهذا الحادث المؤسف جدا الذي لا يدول الحقيقة إلا على قلة نخوة من ارتكب هذه القضيحة أو هذه الجريمة على كل حال أنا بعتذر بالنيابة عن نفسي أو بالأصال عن نفسي بعتذر للأم المصرية التي اعتدي على عرضيها في هذا الحادث المؤسف والمؤلم جدا بعتذر لكل أسرتها، بعتذر لكل أخوتها، بعتذر لكل أهلنا من المصريين وعارف أن كتير أول المصريين يعني بيشاركون لنفس الإحساس ونفس الشعور الحاجة الثانية أنه اللي يجب أن يكون البطل في هذا الموقف هو القانون تفعيل القانون بقوة وبحسن في مثل هذه المواقف لأن الحقيقة إذا طبقأنا في اتخاذ إجراءات قانونية أو خلافه قد يعني يكون هذا الحادث مقدمة لأحداث شبيهة أو موسفة من هذا النوع إنما حينما يفعل القانون على الجميع على الجميع، نبقى طالب بتفعيل القانون على الجميع بدون أي مواربة أو مداهنة بدون ما نهول أو نهول تفعيل القانون هو الحل الأنفل في ردع هؤلاء علشان ما يصحش بأي حل من الأحوال يحصل اللي حصل ده أو يتكرر تاني وأنا مش عاوز أحكيه الناس كلها عارفة بعتذب لها مرة تانية، بعتذب لكل أهلنا من المصريين مرة تانية وبشكر كل صوت عاقل يتكلم في هذا الموضوع سواء في الكنيسة أو خارب الكنيسة في أصوات عقيلة محترمة احتوت هذا الموقف وأدرت أن مصر بستهدافة وأن في ناس عاوزوا تجرنا لفتنة طائفية استوعبوا هذا الأمر وكانت تصريحات متصريحات عاقلة جدا أشكرهم على هذا العقل وعلى هذا الشعور الوطني وإن كان طبعا ده واجب على الجميع أن يعمل كده وربنا يجعلنا دايما إحنا كلنا كمصريين إيد واحدة وصف واحد وما حدش يفرق بيننا قبل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر